قامت أول جيم لفادي الخطيب بنادي الحكمة كنا عم بتبزق عليهم بيقولولك عم بتشتد دينك أنا نجمة ببعض الأحيان قالوا عنك أبو ليرا آخر همي شو بدون ينقر سأله قاله هل أنت بتعتقد فادي رح يكون إضافي لنادي الحكمة قال له لا ما تشوف إنه ماني بعيد عن أبو ليرا كم شعر لعيب قاصر بفوت بطرقك قتلة ما بقدر نام إذا هي مش كانت حد بتاخد فادي أهلا سهلا فيك يعني زمطت فيك زميت كما بيقوله يعني جاي يومين ثلاثة وفايل وبدي خبر المشاهدين قد أنت بونكتويل هيدا دفنة كتير جدا ما هو واحد خلاص بطبيعة شغله بيصير بيجي على على التايم أنا من قبل جدا يعني قبل إذا تسعى مثلاً ثمين ونصب تجدنا إياد ناطر سواء كان صاري تلت ساع بالسيارة برا هنجا بنعتذر من المكسف حبيبتي بالعكس بالعكس فادي أول شيء بدأسألك كيفك جود كيف دبي الحمد الله دعب مبسوط هناك بيس بحكم الشغل أكيد كلما فيه شغل و عم فاري برودكتف بحضلني يعني في شي بحياتي عم بيصير بطبيعة أكيد بالشغل سواء أكيد مبسوط مش مبسوط كتير أنو طلعت من لبنان بهالطريقة كيد كنت بتمنى أن يكون عندي عرفته هو بعد عندي أشغالي بلبنان بس أنو الطريقة اللي انتقلت فيها ع دوباي كانت شوي مش طريعة كمان فاتي كانت بس ايه أكيد السجن وز سوبر فاست اللي أخدته بس أهدته يعني لأنا لعائلتي لشغلي والحمد الله يعني بسنة ونص اللي حققته بدوباي كانت مبسوط مبسوط سبع وعشرين سنة مسيرة كتير طويلة تقلت فيها من بأندي كتير خبرني شوي هيك أول شي انت برشت مع الحكمة بس سبع وتسعين مع فريق الحكمة كيف فتت عفريق الحكمة لكي كنت ناشئ بالرياضة وكنت إلعب من مدرسة الراودة رودة هاي سكول كانت واحدة من المدرسة بلبنان في حالة أكيد أدوكيشن وباسكتبول كان فيه ديماً رودة وآي سي هن الرايفلز يعني بالضط بعضهم غسان كان كتش الآي سي ورورو كان كتش الرودة هو كتش الرورو هو اللي إذا بدك اللي حببني بالباسكتبول الرورو هو اللي هي بوشت مكتير ومرني رورو تلعون حبه كتير عبكرة تحية إله بي أنا رورو لقلي سو عمل لي بوش مخيف بالمدارس وصار يمرني وشاف فيه تالنت وهي بوشتت وهو ينزلني عن نادر ياضي يعني وقتها نزلت ناشئ عن نادر ياضي كنت أنا ما بعرف نادر ياضي كنت مدرسة الراودة سو شاف روروش فيه شي بعمر 11-12 سنة فأخدني بإيده عن نادر ياضي وهو فوتنا عن نادر وبلشت بين راودة والرياضة راودة والرياضة عمر ناشئ وقتها إجا غسان سنة كان غسان أكيد يشوفني لأنه نلعبه طبعا وإجا غسان على نادر ياضي سنة شافني هونيكي لما رجع نراح على الحكمة قال له لأنتوان شوئيري أنا بدي فاد الخطيب جيبوا عن نادر الحكمة وابدي ابني عليه يعني مع إلي مشانتها في الفريق سو هادي اللي كانت كانت بوقتها يا بدي روح مع رورو على الأنترانيك يا بدي روح مع أنتوان شوئيري على الحكمة لأنه رورو قال لي رورو لو أنا بدي يعني هدا لأ روح لهنيكي سيجريتيم وهدا ولكن لتاريخ اليوم يعني ما بنسى فضل وفضل أكيد كل الكوتشيز اللي مرنوني بس هو الشخص اللي إذا بديك أعطاني هيدا البوش الكبير كان إله فاضل كبير ما كنت بعرف هيدا الخبرية يا فكرة فادي أصلا أنت من أنت وصغير يعني أن طفولتك كلها إذا بدأ نعمل هيك سورتش عن طفولتك كلها خاصة بالطابة مزور أنت عم تدرس يمكن يقلك بيك إنه إذا في طابة عم تتج تحت تحت البيت عندكن راستك عم بيتج شو هالسر أنت في كتير عالم ما بتعرف أنه قد تحب الفوتبول أكتر من الباسكت أنا أصلا كتلعب فوتبول أبل باسكتبول ولعبت فوتبول بفريق الفوتبول وفريق الباسكتبول لأنه أنا فوتبول كنت بنفس اللفل تبع الباسكتبول طب ليه لنا ليه خطر من الباسكت مثلا ليك خلص يعني يفيلت تعرف أنه هيدا الشي بدمك يعني لو بعدنا تاريخ اليوم أنا بلعب فوتبول أكتر من الباسكتبول يعني أنا بلعب تريت عمز فوتبول برويك باسكتبول بلعب يعني لما أكون بدأت سلة أو هيدا بلعب باسكتبول وبتمرق فترات ما بلعب بس أنه خلص مثل مثل صارت بالدم عرفتي وأول ما كمشت الطابق كنت لعب فوتبول قبل ما هيك أنا هيك ما كمشت الباسكتبول خلص مع عشق صار وبلشت خلص كرجت فيها من اللعبت فيها بالرياضي لمدرستة الروضة لكلها صارت شوف حالي أكتر بهالجام بس أكيد ما وقفت كل كاريري أنه إلعب فوتبول أف سيزن عطول كل الأف سيزن عم بلعب ديلي بشترك بتورنامينس وبروفيشن لتاريخ اليوم فادي من بترجع هون بالفوتبول أكيد أصلا شفت شو صار بملعب جونيا شو عندك تقول على المشهد لشيء أنا أكيد ضد كل هيدا الشي بعالم الرياضة عايب ومعيب ريجارلس شو الأخطاء التحكمية ما في أخطاء تحكمية بس ما بدنا نفوت لأنه البلد ما بقى يحمل يعني البلد ما بقى يحمل نشوف بالرياضة هيك شيء مشهد أنا بعرف العالم أكيدة ما بقى عم تتحمل شيء ويمكن هيدا إذا بدك ردد فعل وضع البلد اللي عم بيصير تعصيبهم اللي صار وهل نوع من إذا بدك التخريب اللي صار بالملعب مش تبرير فادي نزيد الكوارث اللي عمنا إياهون كيرس مش هيك عم بلك إنه البلد ما بقى يحمل يشوف هيك مناظر العالم بدأ تشوف إذا بدأ تحضر رياضة ولا ولاد يحضر رياضة ما يشوفوا على المناظر العالم بدأ على القليل يكون فيها المنفس بعد وماشي بدون هالشغب اللي عم بيصير سو أكيد ضد اللي صار كلياً 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 وبعتقد لازم يكون فيه إجراءات قاسي وصارمة من الاتحاد تجاه هؤلاء الأشخاص لأنه مشين ما ترجع تنعاد والنادي يكون عنده أكيدة وقفة تجاه جمهوره من اللي صار بالمعلعب ويتوقف الأشخاص اللي بلجت هيدا الشي لنرجع لسؤالك أنا نجمة مع النجمة جداً يعني أنا كنت لعب حكمة في سنة عم بلعب حكمة نجمة في نال بالمدينة الرياضية وكانا كنت كابتن فريق الحكمة يعني ما فيك تقول على العلن الربح النجمة لا بالعكس كنت تقول الربح النجمة البطولة حملت عمل العلم النجمة ونزلت على الملعب فيه أنه كقاقت فريق للحكمة تانيش نهار ما بخبرك شو صار فيه يعني من أنتوان شويري غسلني من فوق لتاح خرب الدنيا بس أنه لكي أكيد بحب نادي الحكمة جداً فوتبول والباسكتبول بس أنه خلص هيداكي أول شي لعبت معهم فوتبول وكل حقيقة بحب هيدا النادي فهو النادي بشجعه وهلأ صاحبي يعني عز صاحب من العز أصحاب عندي كريم أبو زيد هو كان من أحسن لعيبة فوتسة هلأ عملها بالنجمة كمان سوزادت شوية بحب زادت سبب زيادة فادي تأرجع هيك على مسيرتك بنادي الحكمة بلشت معكوتش غسطان عم تقلي هلأ كيف العلاقة معكوتش غسطان عادي عادي مقصة زعلان ليكي خلص تخطيتها جيل أنا عندي يعني مبدأ أنه فيه أشخاص كتير أزوني بحياتي جدا جدا وأنا ما بطلع بعلون عنها ولا بحكي عنها لأنه هادي المطبات بديك تمرقل فيها بحياتك بشئتي أم قبيتي أمرار إخبه بين بعض بتلاقي فيه عم بي فيه مطبات بيناتهم وهذا عم بيطعن بهذا وهذا عم بيطعن بهذا هادي نوع الحياة بالنهية أنت بتعتبر تصريح غسطان عن عودتك لأن هذه الحكمة طعن؟ إيه أكيدة مش أزيئ اللي تقيمة يعني أنا الغسان واتسو أفر هو أنا قلت له إياها او قرارك أو الابونين تبعيتك باللعيب والعيب تاني this is your opinion وبحترمها وما عندي أكيدة أي تدخل فيها this is your decision وأنا ما بيزعل منه لأنه قال بالنهية نحنا جاجع بعالم ما فيني أنا أجي أفرد فادي على أشخاص تاني وإتسي ديبيت بالعالم كله عارفتي وما فيك أنت ترضي كل العالم ولا كل العالم تشوفك أنت بهذا الامج so this is fine أنا صريح مع حالي وبعرف شو عملت بعالم كرة السلي ومبسوط فيها أحسن لعيب أسوأ لعيب آخر همي شو بدون ينقال وصدقي ما أبدا أبدا الطارج التبعي أنه ينقال فادي هو أهم لعيب ما رأبع بكرة السلي بلبنين أبدا يعني ما بتزعجك فادي المؤارنة اللي عم بتصير مع وائل أبدا نحنا مش في تاريخ اليوم من تاريخ 27 سنة كل سنة عندي كومبارزن ولكن تزعل منها هادي هالتي this is healthy يتقارن فادي بحدا هادي هالتي لألي أنا مبسوط فيها أنه إذا عم بتقارن فادي يعني دايما اسم فادي موجود that's something healthy بالنسبة لألي وأنك عم تلعب هلأ ما عندي أي صدق والله العزيم ووائل بيعرف وكل بيعرف أنه أنا أصحاب مع الكل وستريت مع الكل هني إذا في حدا عنده مشكلة معي أنا ما قلي خصة يعني هيدا الموضوع عندهم بس أنا ما أبدا بتاريخ أنه يجي يعطوني ويساة فادي في أشخاص بيقولوا لأ فادي بتزعجوا المقارنة أبدا بيقول أنه أنا مثلا عطيت كتير للنادي بعد بكير إن آيرن حدا فيي أنا عم إلك شو يقال لأ أنا عطيني أنا قلت قبل أنا عطيت بالسيفي بتفتحي ورقة A4 بتعملي برنت عليها تشوفي كم A4 بتطلع لك كفادي شو عامل أنا كل اللي قولوا أنه أنا عملت بكيريري كتير قصص من بطولات العالم لبطولات آسيا لبطولات عربية لبطولات لبنان لأرقام 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 يعني عرفت ولعبت بأوروبا وكان وفتت على الأنبياء وكان عندي أبورتونيتي ولعبت بشينا سو أنا عندي هالكيرير مبسوط ومقتنع فيه مثل ما أنا ما بدي يكون فيه والله أي حدا عنده بيراسه أنه فادي بتزعجه بالعكس أنا I'm very satisfied باللي عملته بحياتي وكتير مبسوطة عملت العالم كرة السلة وهلأ عم بدعم ولادي ليعملوا أحسن من ما عملت أنا وعم بدعم كل الجيل الجديد للصاعد ليعملوا أحسن والأشخاص أنت بتشوف وائل سيرجيو وائل أكيد وعندي أنا أمير مثلا مثلا أمير أمير واحد من المعلمين المخيف مخيف جدا دائما وائل لما عمل الامفي بي ولما ربح ولما هيدا وصلت الخابرية للواجهة من وراء أنه طلع أفضل لاعب بأسيا فهل يكرمي لهاك لا ذكرمي لهاك هيدا 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 لبنون وده منيح لقلنا بالليحنا الوقت اللي فيه عمم رفي وأنا هنيته ونزلت له بوست وحكيت أمه وحكيت يظهر من أنه تساورت أدر بلايرز غلط وأنا لازم كون إذا بدك الساورت سيستم تبعهم مثل اللعيب الكبار وي أر دي ساورت سيستم تبع هيدا الجيل وهن لازم يشلوها براس هاي إنه لأ إحنا عنا إذا في حدا عنده حساسية يشيلها من راس لأنه نحنا مع وورا هلأ اللي حكاية غسان بهيدا الموضوع أنا ما عندي مشكلة فيه الغسان حكاية وقتا سأل فادي ما عندي وقل أو أي لعيب بس اللي حكاية غسان وقتا سأل عن عودة فادي الخطيب لناد الكهرباء ضحك عناد الحكمة عناد الحكمة وضحك وقال لهم إيه وسهيل سفر عناد الكهرباء أنا أول شي سهيل لعيب عطى كتير للعبة تاني شي فادي عمره 44 اسماعيل بعده عم بيلعب وما عملت هيدا تاني شي لازم عالقليلي بالعشرة يا غسان لأنا وياك بهالسنين كلها والوقف اللي أنا وقفت لأنه ويش بيقف حد باي باعتبره أو خي كبير لألي مش لأنه والله أنا عم بقف حدك لأنه في ان ريترن ما في شي ان ريترن كنت أنا وقفت باسكتبول وأنت بعالم تاني وأنا بعالم تاني بس هيدا العشرة أنا بالنسبة لألي الخبز والملاح ما بيروحه وأنا وقفت حدك هالوقفي طلع قول بدلا ما تقول سهيل سفر عنيد الكهربة بس قفت حده بأيام صعبة بكل أيام هو وقف حدي طبي فايس فرسا كتير أصحاب فادي أنا بعرف أنه غسان قارتنا عائلتنا وعائلتي كلها عائلتي كلها وانس صارت هايدي تأكدي صار عندهم ردة فعل عكسية لأنه لغسان حكي بنا سمعت وجهة نظره شو كانت ريجارلس هو في يحكي عن وجهة نظره يعني أنا ما بدي أحكي عن هو شو كانت وجهة نظره بس بحب أعرف أنه بس أنت حكيت معه أنه لا لا قال هايدي هو مش المقصود فادي كان ريجارلس كان السؤال واضح يعني منراوي و مش مقتنع أنت بالتبرير لكن ما بحياتي أنا وصلت حكيت عن شخص تاني بهالطريقة وقللت القيمة تبع الشخص التاني الأول اللي نذكر سوهيل وفادي خطيب تقول أنه إن شاء الله يكون فات إن شاء الله يكون عم يتنرن إن شاء الله يكون added value إن شاء الله وسأله قال له هل أنت بتعتقد فادي رح يكون إضافة لناد الحكمية قال له لا يعني طب شوف بعدين قرر ليه عم تضرب قبل ما تشوف عرفت وإنت بتعرف كتير منيح يا غسان وإنا ما بياخد ستاب وبقرر فيها لأنه فيه إمج ولأنه فيه فادي بالدأ ولأنه هيدا تشالنج وإنت بتعرف أنا قدي بوقف وتحدى حالي قبل ما أكون عارفين أنا شو عم بعمل يعني أنا ما حايتهور وزيت حالي بالبحر بدون ما أكون عارفين إن أنا معي سيفتي لا أقدر أصبح عارفتي ما كانت بكذا تصريح ما كانت إذا بدك بحجم العلاقة اللي أنا وغسان فيها بتحس أنه مع الوقت بتنتصل خبر أنا نصيتها أنا نصيتها بس أنه يعني انتست وحكينا وعادي وبعتله على العيد بعتله معايدي وردلي المعايدي عادي فيه يعني يعني فيه communication بس إنه فيه فيه صار فيه عطب شوي فيه أكيد يعني إنه ما ما بخفي عليك أكيد فيه فيه عطب وخصوصة العطب عقد المحبة مثل ما بيقوله يعني قد ما بتكون بحب الشخص عرفتي بتعتبق إنه ليه الشخص هيك صار غسان بيقول أكتر شخص فائد الخطيب معذب وبحياته بكتير ما بدي حط وسمي لعيبة عملت بغسان وطعنت بغسان بكل مسارتها تايمز مية إذا أنا غلطت مع غسان بمحل أو صار فيه كلاش بمحل بالفرق لأنه طلع صرح مرة غسان وأنا كنت أحكي مع الإدارة ليغيره وما يغيره وهدي إيه ويف شو قطعت صحبتكن بأبس وكشيز ولا مرة صارت ولا بحياتي صارت وأنا بتمنى هيدا الشي يطلع لايف وينزكر وين إذا أنت أنت عجد عامل أعوذ بالله ولا مرة بل بالعكس فمشان هيك ما بدي فوت فيها كنت مرتاح فادي مع غسان كتير جدا لو ما مرتاح ما بلعب معه 17 سنة يعني 17 عام جار يفكر لابد يكون عندك نية أنك تشيله لا 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 بالعكس كنت رح يعني غسان كنا نروح مع بعض على الفرق عارف عرفت ولو مني لو مني مرتاح ما بيكون مع بعض 17 سنة يعني هلأ إذا بسألك مين أكتر كوتش رتحت معه بتقلي غسان غسان أكيد مين أكتر كوتش اللي رتحت معه بس ما فين نانكر فؤاد فؤاد أكيد فؤاد يعني كنت مور دن هبي معه مور دن هبي وعلاقة البعضة أكيد مع كل الكوتش لياز زوروس يعني وليدنج تيم في كتير كوتش ازعبت معه مبسطت كتير معه بس دفنتلي غسان وفؤاد ولياس أكيد رورو فيه محبة خاصة لألو رورو دفنتلي فادي تنقلت مثل ما سبقوا ذاكرت شانو فيل حكمة عمشيت هومنتمن بلو ستارز بس هلأ إذا بدي اطلع أنا هيك من بعيد بقول أكتر فريق بتحبوهون هذه الحكمة تقررت ترجع تلعب معه هلأ لكن كل حياته نادي الحكمة يعني ما في حدا أصلا فات على نادي الحكمة وما نادي الحكمة هو إذا بدك المفضل بالنسبة لألو كل كلهم بيعرفوا قدية نادي الحكمة بيعطي اللعيب وجمهوره الرائع بيعطي اللعيب مثلوا مثل نادي رياضي أكيد اللي بيفوت على نادي رياضي كمان بيشوف قدية نادي رياضي وحجم جمهوره بيعطي للعيب ببعض الأحيان قالوا عنك أبو لييرا بس بتصدق يعني رغم أنه قطعت وانس بيكون بالملعب في حب لأك وانس بيكون بالملعب وبيبرموا على الجمهور وبيكونوا هني عم بيقولوا له هيك والله العزيم إذا بتشوف الجمهور كيف بيرجع بيتطلع بيقولوا أنه عرفتين نحنا ألفوا الطيب وأن كلهم هو عواطف بدون يكتمون معنا على فكرة دفنتل أنا جثت وي يعني ستقول الكلمة شوان وهي هيدا العبارة بلشت بمحل أنه لزكس كل عيب بس بالنهاية يعني إذا بدك التلش بدوب وبيبين كل شي فعرفت شو أصدق فيها هيدا لا يعني بيبين أدي أنا بتحب النادي بحب النادي وبعيد عن هالقصة صدقي أنا بمعالم من الكنترايات اللي امرأت فيها في كتير سنين بحياتي شلت من كنتراياتي يكون المشاين بس يكون موجود مع فريق لأدعم الفريق من نادي الحكمة لما استلموا هوريشة الهوب ومن نادي الرياضي لما كنت بالنادي الرياضي انطلب من نكات ومن نادي الحكمة هالي حاليا هلأ هلأ فور فري مزبوط كنت رح تكون نفس الشيء وحتى بنادي شونفيل لما طلب رئيس منسة انه لأنه بدنا نجيب لعيب وما كان الميزانية بتسمح قلت له أنا شيل تقريبا 30% من كنترايتي لأن أقدر نجيب هيدا اللعيب بس أنه منطلق طبعا أنه خلص في زكزكة بدأت تصير واحترمت وما بحيات علقت علي بالعكس ولكن اللعيب لازم يعمل مصلحته بالنهاية يعني لكي شو صار بعالم كرة تسلي وقفت رجعت مشيت رجعت وقفت طب إذا اللعيب ما مقامل حاله ووقف على إجريه شويل يقدر يكفي حياته شويل لقدام بآخر شي شو بيعمل لأنه هو بعالم الرياضة إذا تعلم وأخذ وتخرج عم بيوقف شغل تقريبا خمسة ستة سبعة ثمان سنين عشر سنين يعني إذا بلش عشرين تخرج واحدة وعشرين على واحدة وثلاثين سنة وقفت لعبد كرة تسلي هذا الزلم مش مش تغل بال تبعيته وين أحب لبنان وفلت بالنهية تركت الدنيا كلها كنتريات العالم كلها بأوروبا كرميل درني بلبنان وهي يعني فاكت فؤاد أبو شقرا في خبرك وقت جن قال لي أنا بأوثق بإجريك إذا بترجع على البلد مجنون عم تترك كنتريات أربع سنين لترجع على لبنان قال لي ما بقدران عايش برا لبنان بس ليكي هلأ شو لأن مضطرة أنت تفكري بحالك ومستقبلك ومستقبل ولاديك وإجتك واشتغلت عادي لتكون أنت عم تفتح هيا أفق جديدة لذا لذلك اللعب بدي يكون سمارت ما عم بقلك أنه لا ما يكون وفي بدي يكون وفي وبيشتغل بهذه الطريقة بس بنفس الوقت إذا عنده أكبر كتير أكبر من التاني من أحسن لعيبة كيفين دورانت كان بنات صار بفينيكس رجع صار لا ما بعرف سنتجي وين بكون أحد أبي عرف أبدا أكبر كنت رأخذ في هذه الخطيب أي سنة وأدي أدي شو بدنا في بس لي وان أف دائما كانت مع مشيت صح بتذكر هاي السنة أحد من أكبر رياضي والرياضي والحكمة قبل طب وان عمشيت اي أعلى رأي السؤال يلي تكسر التلفان عندي بس عرف العالم أنه فادي معي أمتى أول جيم لفادي الخطيب بنادي الحكمة إن شاء الله أقدر كون قبل فادي الفور عم سأكون سأكون بحكمة وشغلة وشغلة براء وشغلة 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 إذا أنا عمتى بقدر كون أقبل فين فور بشوي إذا لا بس أكيد فاينل فور أكيد فاينل فور ناس معقول قبل مرق جيم جيمين ممكن يكون فيه سوربريز قبل يعني سوربريز إن شاء الله بس أنه بديك تشوفي الوقت وكيف لهلأ بعد ما برنامج البطولي بعد ما بيان سو بيست على برنامج البطولي والديساين فادي عسيرة الاحتراف بالخارج أنت رحت على أوكرانيا ورحت على الصين يعني لعبت كتير بمطارح لير رحت من أوكرانيا يعني أنا بعرف وبتذكر أنه كنت كتير مبسوط بوقت هونيك لكي بالباسكتبول كتير كتير كنت مبسوط بالباسكت كنت ريتي كان جداً عالي ما هيك قلت أربع سنين بس مدى الليتك ما قدرت ما أبداً يعني بتقليلي مثل واحد شيل السمكة من المي قلت له لفؤاد وقته قلت له لأنه أنا كنت مع ندي رياضي ووقت الفريق الأوكراني دفع لقني درياضي لا يخدني سوحطين مصاري الجماعة كتير وعندي كونترايت اللي جداً عالي فبعد خمسة شهور خلص ما بقدران يعني عم بتحمم عم بهر شعر على السترس مع أنه باسكتبول كانت كتير مرتاب باسكتبول كنت ليدنج وحتى باليورو بالفيبا يورو كوب كانت كان الأفرج سبعة سبعتاشر سبنتين بوينس وفي السيزن 27 بوينس بالليج وليج عندك بيسي كيف وعندك أزو ما شو بيلعبوا يعني بهاي لفل نحنا التلتيين بس خلص الحقيات فادي ما قدرت تتحمله منيك باتل قالوه اللي قلت له بدي أرجع لبنان خلص بليز لقيت له فؤاد قل لي ولا ممكن قل لي مستحيل قل لي وحييتك تارك ورجع عملت عم خبرك عملت رجعت وقتا دغري على بطولة دوباي لعبنا بطولة دوباي وكانت هاي البطول اللي جبت فيها البطولة بإخر ثانية كنا دون باي وان مع الفريق الأردني وحتت السلية الأخيرة ربحنا بطولة دوباي وكانت بطولة دوباي يعني عم تحكي نتلك عم تلعب بطولة آسيا كتير أرية ما تشوفي أنه مني بعيد عن أبو ليرة هلأ ومش أنا لقلت هيك يعني فادي يعني إذا بنا نسكر هيك مسيرتك بدي أحكي شوي عن منتخب لبنان أدا سعيد بيالي عم يعملو المنتخب كتير يعني إن شاء الله يكملوها ويكملوا الفرحة ببطولة العالم لأنه هنيكي الأساس دفنت اللي عملوه المنتخب هال عطا روح لقرة السلية لأنه ليكي أدما الليج تكون قوية عنديك إذا منتخبك ما عم بيعمل أتشيف منتز الليج بتضعف سو لازم المنتخب يضلوا بها الزخم ويضلوا بها الإنجازات وهيدي بتعطي سابورت كبير للليج باللبنان ولل ولما تعطي سابورت للليج اللبنان وين صرت صرت عم تعطي سابورت للأكاديميز وللأج جروب وللفرق عرفته كله بيكون هيدا سابورت سيستم واحد سو هالقدة مهمة إن شاء الله يكفوا الفرحة ويعملوا أتشيف منتز ببطولة العالم وعيدة يعني بتكون فرحة زيادة وزيادة وس اللي عملوه لها هلأ فادي إذا بدأ أحكي كمانا شوي عن الصين ارتحت بالحياة هونيك أنا لأ أنا بعرف صباح راح لهونيك عالجد تعذب تعذب شوي الأكل ما كان فيه سوشال ميديا ما فيه شي صعبة كانت الحياة يعني ألفين لعبت سنتين أنا والثالثينة كان يعني أوز أوفرد ما طلعت خلص يعني وصلت لمحل إنه لكي سيزن كتير حلو وعملت أتشيفنس أنا أرقام هونيكي كتير مهمة يعني 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 أكلك ما أنه هالتي ما فيه سابلتي بتروح على منطقة ما في شي تقدر تأكله والكالتشر تبعون الأكل الصيني اللي نحنا بنعرفه هذا مش موجود مش موجود هونيكي اللي يتوفر لك إنه والله رايحة تأكل هيدا الأكل هيدا الأكل سوى بتقضيها بينكي أفسي وماكدونالدز وصابوي وإذا لقيتهم إذا ما لقيتهم بتمرق حالك بالرز فكتير صعبة كانت فادي فيه شي فريق أو مرحلة بحياتك بالكاريار عم بحكي هلأ بتقول يا ريت ما عملتها ولا ولا شي أنا ما بند مع شي جا جا بحياتي عملتهم لأنه كل شي ستاب حتى الستاب الغلط اللي عملت بحياتي بتكون علمتني يعني فيه غلط بكاريارة فادي ما فيه حدا ما بيغلط فيه كتير أخطاء عملناها بكاريارة إن كان أنا وموجود بالفريق عملت غلط بقلب الفريق أو عملت غلط إنه رحت على هيدا الفريق وهيدا وريجاردلس أي هو الفريق بس هولي الستابس إذا كانوا غلط أو إذا عملت شي غلط بيكونوا علموني وهيدا اي شخص يكون عم بيعمل عم بيفوت بهيدا المرحلة الفيلر والمطبات ويقع على الأرض ليقدر يرجع يوقف هي القوة إنه تقدر يرجع توقفي إذا كان عساعد البزنس أو عساعد الرياضة ما عيدا من حياتنا المطبات لنوقع فيها ونرجع نوقف ما في شخص بالعيلة توقفي بس فادي أنا هون بدي اختنم الفرصة وأحكي شوي عن هيدا الموضوع كتير حلو يلي عم تحكيه بس عم نشوف هلأ فادي أنا كل يومين تلاتة بسمع في شاب عم ينتحر في بنت عم تنتحر شو عندك تقول للعالم يعني العالم ما بتنلم فادي مع أنه أنا بقول يا رب إنه الانتحار خطيه يعني ما لازم الإنسان يفكر بهيدا الشيء أبدا أبدا بس الظروف المعيشية يعني العالم عم تتجه صوب الانتحار شو عندك تقول فادي للشباب اليوم يلي عم يقطعوا بهذه الظروف الكتير صعبة نجرب نعطيهم فسحة أمال بعرف الحكي هيا وهلأ قولوا العالم عم يتفلسفوا قاعدين على الكراسي عم يتفلسفوا كل إنسان بيقطع بأبس ان داونز قدامهم يضال عنده إيمان يعني عن جد ما بعرف شو بديقول شي كتير بيزعل أنا يوم أي يوم لا وفي ناس بعرفهم عم ينتحروا أكيد عم تشوف الرسائل عبر السوشال ميديا فادي كله من وراء أسباب مادية والوضع يلي عايشين في بها البلد لكن أنا يعني تقدر تحكي عن وضع البلد ما فيك تحكي لأنه حكي بلا تعمل حكي بها العبارة بس يعني تكون عم بتبزق عليهم بيقولوليك عم بتشتت ديني عالقيمين يعني وهني وصلوا العالم لهون وأنا بلوم العالم نحنا بعضنا يحقينا لأنه نحنا بارت كبير من هاي دي الجورني اللي ما رأنا فيها ونحنا السبورت سيستم كان لقلهم بعد في ناس بعضا فادي نحنا كنا السبورت سيستم تبعهم لو وصلنا البلد لهون اللوم عليهم كبير بالسرقة وبالفساد وبالكل شي بس مين السبورت سيستم؟ هني بالينا نحنا كانت الأداة ليوصلوا اللي هني بالدنيا هون ونحنا بعدنا لتاريخ اليوم أداة نصبت هيد المرحلة يقعد مع شخص يدهروا من هيدا الشي لأنه إذا بديك تحكي عن البلد ما بعرف أنا ما في نقل له إنه إذا بكرة في أمل ما في نقل له إذا الأمل الوحيد إنه هو يكون عنده إيمان بينه بينه بالتشالنج اللي بديو يحققها لبعدين والهدف اللي بديو يحققه لأنه دائماً بقول أنا بدون إنسان حاطة هدف قدامه وعم بيشتغل ليحقق هذا الهدف ما هيقدر يوصل إذا بديوقول أنا ما في حدا عم بيساعدني رح يضله قاعد وعم بيقول ما حدا رح يجي يساعده لأنه ما حدا حقق نجاح بحياته وكانت أشخاص عم بجيب تقاعد هول تحت سقف واحد وعم بينزل النجاح بس فادي عنده شغلة هون بديوولا كتير مهم الإنسان يكون محاوط بناس بيحبوه بيتمنوا له الخير يعني إذا بنحط فادي بنطلع مرتك أدي سيبار لألك أصحابك في كتير كوتشية روروز العوم يمكن من شي صغير شوف شو طلع بس أدي إذا الإنسان إليه مال أنتوري أنا بيفشل برأيه بس خلينا علقي على شغلة أتأكدي أنه في عندك 10% منهم هول اللي عم بتشوفيهم أنت 90% هن بدون أن أنت تفشلي من اللي حواليك وببسملك بالعشرة فيها 10% جاجا هن اللي بيتمنوا لك الخير وبيعطوك هيدا السابورت بأذر 90% هن السيوف بدهرك عم بيطعنوا فيها واتأكدي ما حدا بيتمنى لك النجاح أنا بعرف وأنا عيسي وأنا بعالم يعني بعالم البزنس بعرف أنا شو حققت شو عم بكبر وشو عم وين بدي أوصل وين رح أوصل وعندي هدف وعم بحققه بس تأكدي 90% جاجا بيتمنوا لك الفشل ليلا نهارا حتى أصحابك ليلا نهارا وقوعد فكر العكس هيدا التشالنج اللي عندي ايه أنا أنا ما بتطلع عليهم بتطلع هول الأشخاص الحلوالي اللي عطاين بيعطوني السابورت واللي عم بيقولولي الشي اللي أنا ما بدي اسمعه دايما اللي هو الصح ما بديك ناس زقيفي يعني ما بديك ناس زقيفي عم بيخبروك الإخبار وهيدا وتأكدي إنه يعني مزبوط في سابورت في تحديات قصادة ضرب عشرة وعشرين وثلاثين وفي أشخاص عم تتمنى لك الفشل وفي أشخاص بتشوفيك لك عم يصير تخاف نزل شي على السوشيل ميديا لأنه بقول أنا إنه يعني يا في حسد يا بدوا يقولوا شي يا بدوا يتمنوا لك الفشل بالآخر بشو بديك تعمل المحلات بديك تعمل تروموشن لشغلك وهو السوشيل ميديا طبعا عبارة عن ثلاثة قصص تمريني عائلتي وشغلي بس أخر من هذا ما عندي هل ثلاثة اشياء بدي أعمل سبورت أول شي لشغلي بحب أعمل أورنس أنه يجب أن تقوم بعمل سبورت وشغلي 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 ويجب أن تنزل كثيرا أنا عم أتمرن وقدي مهم التمرين وقدي بعمر واحد وعمره أربعة واربين سنة بعدك فت وبعدك عم أتمرن على ديلي بيسز وبارت العيلي طيب بتلاقي اللي ما بتعرفيهم على السوشيل ميديا يدعموك أكتر يدعموك أكتر ولي بتعرفيهم يدعموك أكتر وأنا بعرف مرة الكواليس يعني بتصلني الإخبار سبحان الله سو مشان هيكي بالإجمال في سبورت سيستم معنا اللي هني قراب بس أقلية والإكتر هني اللي بيتمنوا لك الشار تأكدوا هادي بعالم كل إنسان مش بس أنا عالمك أنت بس يلي عم يتجه صوب الانتحار بتقوله ما يفقد الأمال أكيد لا لأنه في ناس راح تكون موجودة وقفة حده ما عم بقلك يطلب كمان المساعدة فهذه كتير مهمة نحكي 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 هو هيدا ليكي أنا أنا ماب ما بستحي فيها القصة وحكيتها قبل زر الطبيب نفسي بعرفه أنا ما بستحي فيها وبحكيها ليه لوعي غيري بتعرفي كم ميسج جاني من وراها هاي لأشخاص بدهم هني ياخدوا هاستابت وعم طلب وياريت معي رقم الطبيب لأنه أنا ما عم بلاقيه سافر على كندا في ناس بتخاف فادي تزور They have to It's a must أنا كان عندي أنجر عصبي عرفت إيه؟ شخص عصبي بحياتي وكانت راحت إيدي من ورا عصبيتي لأنه طرقت الإزاز بوكس أنا ومعصب كنت تكسر الكراسي إيه كنت شخص عصبي عصبي ما أقز غيري أقز حالي يعني ولا قرب على غيري مقرب على حالي أنا طلعت هيك أنا قلت هيك أولادي بده يربو يشوفه بيون هيك أنا مرت بدي تدلها تشوف جوزة بالبيت هيك أنا بدي تدلنا حياتي رحت عملت ناين ساشنز بدون ما حدا يعرف على فترة سنة ولا شيء هلا هيك يمكن بقلك من الحكيم يمكن بقلك أنه ما بعرف بس أنه هالشي ساعدني أكيد ساعدني أنه هالشي أنا مجنون ماني مجنون إنسان طبيعي وعاقل وعندي عائلة وناجح والحمد الله مش أنه ولا لا إذا رحت شوفت حياتي صرت مجنون لا هي عمل أول شي عم شوف لغاية للأنجير منجمنت وهيدي طبيعي لا تخفف حد ليكون عندي هالتي لايفسال مع عائلتي هذا أول شي مع أولادة وإرجاع أن تقل فيها بحيات الاجتماعية وحيات المهنية مش غلط تشوف حدا ومش غلط تحكي ومش غلط تعود أوقات رفيق فادي يمكن في ناس ما فيهم أنه يشوفوا حكيم نفسان أنت بتعرف هلأ الوضع بلبنان أنا بقول أوقات أمك خيك رفيقك حيل الله شخص بتقدر تفضله تستفيد بمحال يعني أنا بعرف حدا انتحر هلأ مش من زمان بالبيت أهله ما أنه نعارفين أنه هو عم يقطع بظروف صعبة يعني هم أنه نحكي كثير مهم أنه نحكي ونفطفد بيروح شق كبير من التعب النفسي اللي عم نحس فيه مزبوط مش غلط تروح تحكي مع صاحبك تحكي مع عرفيقك تحكي مع عرفيتك تحكي مع أمك خيك حكيم بس طلب وأحكي وفطفد لأنه يمكن كلمة واحدة بتدهرك من كل اللي فيه صح هلأ فادي العالم ما بتعرف قده أنت أنت مافيا أوف كورت قده بتعمل دروبة باللعيبة قده بتضحكهم قده كم شعر لعيب قاصص خبرني هيك شي خبريه مهضوب نغير جولة العالم شوية مهضوب كثير حدا هيك كداية وصلت على قصة تلو شعره وصلت وفي وسيم عبد الظلف هذا يعني من اللعيب اللي كثير عانى مع فادي عانى مع فادي جدا 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 ففي مرة ربطنيك كنا بماليزيا أنا عم لعب بطولة آس أنت الرأس المدبر عطول ايه فكنت أنا وعليه محمود بالقودة نفس القودة سوسيم عنا عطول بالقودة وفي زهق وخلاص بأنه عم لاشتي فقعد على الكرسي ربطني ما عملنا له قصات شعر ما بخبرك يعني ما بيخطر على بالي لأنه خلاص تماشنا المكناة وصرت تقصله يطلع معنا قصة ترجع تزبطي له القصة ترجع تشلي له تتركي له محلات فدايما كان في قصة هلا ما مشان كمان بولة ما يزعل منها شاربل بالحكمة شاربل شاربل أحلى قصة كنا بإيران قصة يتلو شعراته وتركتلو بولة من وره هون هلا شاربل هاي البولة ما في شوفها فهو مفكر أنه خلاص شلناله شعره على القرعة ضرت البولة راح على الجيم والبولة وره فيه هو تلو ما في شعر في بولة من هون فكان يمكن أكتر مرة ضحكنا فيها وقتا شفناي فاتح على الجيم كيف رجعك تشوف حسن لو كيشي مش طبيعة ترى العلامة تضحك بس إنو كنا نتسالة يعني كان هيدا الجاو كان حلو الجاو فادي يعطيك شوي هيكي كمستري وتكوني مبسوطة مع الأشخاص واللعيب اللي حواليك لأنهم بالنهاية هي كمستري هي كمستري هي كمستري تسمي لهيك ثلاث تيميات فادي بتحبوهم كتير كنتو وتنسجم معوهن لا عليك يا فيك فلات كتير قراب ثلاث تيميات كله قراب ما ما فيه يعني إليه دفنتك كتير قليب وإليه بدأ حدا بعد فيه كمتاكت معوهن إليه 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 كمتاكت كلهم علي محمود روني فهد ما يعمل علي بالسيزن إليه علي روني صبوحة يعني عم بحكيكي كونتاكت أنا من صباح حرفت إنك بلبنان وإذا ما تتفيك إسماعيل يعني فيه يعني فيه عالم مزهر هولي كونتاكت يعني دايماً بعداً نديم حوي أكيد نديم حوي بعد كون كتير كتير أصحاب جداً 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 نديم يعني مشان هيك دايماً نديم مش بستيمة يتخي نديم كان يشارك عكب الدروبة بيحب هو للإخبار هو أساس الدروبة هو يعني هو يعني هو إذا بدك المايسترو طبعاً لهيدا أنا إحنا مخطط ونديم بنفز نديم كان أبوبعده يعني صديق عزيز كتير خي هيدا فهدي تخلص شوي هيك من شق الباسكت أول شي مظبوط أنه بدك تعمل دوكومنترية تفكر بالموضوع في حكة في حكة في حكة ناطرين أكيد رح يكون الحكمة بارت من هذه الدوكومنترية وتكون إذا بدك يونيك شي 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 جديد التارجت ثلاث أبسود أنت رح تكون موجود فيه هي دافنتلي فإن شاء الله موير أن توكس لهيدا الموضوع فهدي أنا سماعت مبعرف إذا مظبوط أنه أنت حتى لو لعبت هيدا السينما أنك رح تعتزل مظبوط مش رح تلعب مع الإمارات أو هيدا مش موضوع مظبوط خلص أعدي نزع بديك ختمة مسكة الموضوع هون رح تكون رح يكون عندك فريق بالإمارات فهدي عندي فريق بالإمارات ربحنا نحنا تشامس ربحنا البطولة الإمارات للسيدات درجة أولى عم بحكي عن الرجال عنا عم نشارك عم بتخططوا أنه توصلوا للدرجة الأولى مظبوط عنا نحنا الأندر فورتين ربحنا البطولة الإمارات وفرقنا أردوينج موردين جري تونيكي أكيد في موضوع الرخص نحن نشتغل عليه الآن بدأ أنتقل لين؟ للشقة الشخصة الزواج دام 28 سنة أنت وهنا مزوون شو سر الزواج الناجح برأيك؟ أنا كان معي كثير تجوف في جارج بس تجوز بعضهم مش حاله إليم طلق غياس انفصل مين كان معي كمان؟ إسماعيل قصة حب كمان دام 23 سنة شو سر الزواج الناجح؟ أنا قلت هذيك المرة العائلة هي البداية والنهاية للحياة أنا بالنسبة عائلتي هي البداية أكيد الله يطول بعمر أهلي وإخواتي وهي النهاية أنا بتوقف الحياة عند عائلتي كل شي عم بيصير بالعالم وكل شي عم بيصير بعالم التجارة وعالم كرة السلي والبزنس هولي إنسان آدونس أنا هاي دي مقدسة بالنسبة لإلي تقديس ما في حدا بيتخيل وديه أنا وأنا ربينا سوا يعني 13 سنة و 15 سنة حبيت من أول نظرة كان عمرك 15 سنة عن جاد الخبرية متل كأنو موفي كنت مسافر عاميركا لغيت السفرة لغيت السفرة وما كنت حيكي معا يعني شفت على البحر يعني ممكن ما كان متضايك كانوا عمليه إيه كان شفت على البحر وما بعرفها ما رأت وما حكيتها أنا شخص يعني ما بيخد الأبروتش باستحي طلعنا على البيت قالت لي ماما طلعنا ماما دابي بشانتيتين نهاركي عاملين لأصحابي بس إنو نازيها على البحر إنو هيدا آخر نهار نحنا مع بعض طلعنا مسافر عاميركا على الهاي سكول طلعنا مابا مسافر قالت لي والله بفوت بطرق قتلك بيكسر بيكسر ايه قلت لي مامسافر ومامسافر السبب يا فادي اسمع شع طلعنا أبدا نحنا أربعة شهر نقنع بابا إنو أنت بدك قفل طعي هلا شو بديك تقدير لبابا أكلت قتلك إنو مرأة أكلت قتلك حرزنك إنو مرأة فقلت له شفت المرة اللي بديت جوزها قلت لي أنا بدي أقل له لبيك إلا أنت مش مسافر عمره خمسة عشر سنة إنو لقيت المرة اللي بديت جوزها مش هينك مرسا قلت لي إنو يعني القتلة بدل ما القتلة إنو قول مانك مسافر مش هين تجي القتلة أقل من إنو تقول لقيت المرة أنت يعني توفي قدي وما سفرت وما سفرت ودللتني شهر من بعض لقد قدرت رجع أحكي مع الله يرحمه لما ياسين كانت أحكي معنا فضلتني شهر وخلص وعمر خمسة عشر سنة لتاريخ اليوم يعني إذا بدك مش بس سبورت سبورت وراي وقدامي وبتخاف علي أكتر من أنا بخاف على حالي تتفهمك كمان أفادي بتغار مش قصة بتغار شهر بشيز يعني هي أراوند مي عرفتي وبتعرف حياتي كيف أنا يعني حياتي البيت شغل عائلتي وحياتنا الاشتماعية في ثقة يعني تخطط بقى موضوع الثقة في بقى أنو يعني كيف تقولك بشخص واحد يعني شخصين بشخص واحد يعني هيدا المتنين يربوا بعض ويربوا مع بعض فرم سكراتش وهن يكونوا حالهم بحالهم ويصيروا عم بيكبروا عيلتهم تحسي أنو خلص صارت يعني صرنا فادي هيدا سيفتو حدين يكون هالقد الشخص مدة طويلة مع فرد شخص يعني قيمت بتكون بتنتهي بطريقة جيدة وأوقات لا يعني أنا إذن يعني لا سمح الله إذا انتهت بطريقة مش جيدة يعني سمح الله سمح الله تكون انتهت الحقيقة بالنسبة إلي هالقد يعني أنا عيلة تنتهي حياتك بيقون هنا كليا يمكن مشون هيك بعد كنوا مضاينين فادي كيد وهي شي نور في هالقد بحياتك جدا بعد في نفس كمية الحب لزوجتك بعد كل هالوقت رح عاتيك مبارح عم بحكي معا قبل ما نام بأنو أنا إذا كنت مسافر يعني مكون عم نحكي فيديو كول قبل ما نام طلب الحرف الواحد ما عم بقدر نام بالليل إذا أنت مش موجودة حدي جاجة والله العزيم وحيات أربع أولاد ما بقدر نام إذا هي مش كانت حدي بتتخذ سو هالقد يعني عم بعتيكي يعني الناس عادة بتقول أنا بدي سافر لأرتاح شوي تأخد نفسك شباب يحكا أنا بتكون عندي عن جد جدا صعبة واللي بيقلك إنه ما في حب بدون بيكون عم بكذب أو هو ما عم بيعرف يحافظ على هذا الحب يمكن ما عم حب حقيقي مضبور لا يمكن يكون في حب حقيقي بس ما عم بيعرف يحافظ عليه عرفته وبالنهي حتى أنت بتحط بريوريتيز بحياتك هؤل البريوريتيز رح يضلوا بريوريتيز بالنسبة لإلك البريوريتي أنت عائلتك وولادك وهالعلاقة ويشوفوا هالتي يشوفوا الولادك لا يقدر يطلعوا يعني بنين هالتي لايف لعني أنا أبني لما يجي يقلي أنا أول كنترا بدي أمضي جهاد بدي أخطب فيه واتجوز مثل ما أنت عملت بعمر كتير صغير أخذ أخذك مثال آه لا بدي تشوفي بريجاردلس أنه أخذي مثال بتشوفي قدي أنه أنت عملت شي صح وفرجيتي شي صح عن علاقة هالتي فإذا أنت يعني نصيحة واللي بيقلك أنه لا وتجواز وكذبة وما بعرف شو مش مظبوط أبدا 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 نطأ تقول على فكرة بأيامنا بيحكوا هيك فادي إذا منرجع بالزمن لورا كانت العلاقات تدوم وكانت العالم تبقى مع بعض وتضحي هلأ ما محدة بدو يضحي محدة بدو يتخلى عن شي ما في أناعة أنا كل هولة تغيرت مع الحياة تغيرت هودة القصص قبل فيه أيام كل الناس تخلت عنا هلأ أنا برأي بالعلاقات مظبوط مش هين هيك عطول بين العلاقة فيه تضحيات بدا تصير يعني حتى نحنا عم نتطور والحياة عم تتطور معنا وي أدابتد وصرنا نحنا في تضحيات بدا تصير بي من من مننا نحنا يعني بدنا أمرار كتير نتنازل عن قصص مشكل بالبيت بديك تتنازل الإيجو ما لازم يكون عالي مين بيرادة تاني بس تتخانق أنا مرافو مرافو يا فادي لأنه أنت بتكون مغلط لا والله العظيم وحيات قال لك أنا ما أصدق أنه هي بتغلط معك بشي وحيات بس هي لما تغلط مثال وأنا أزعل بتعطيني تساين أنه خلاص أحكي معي عرفتي بس هي ما بتتنازل عرفتي بس أنه أنا عطول ببادر لأنه ليكي أه أما فعطول أنا ببادر لهذا الموضوع لأنه بالنهاية بس زوة أي كار أباوت عرفتي أنه بكون علاقة ممتازة فمشان هيكي عطول الإنسان بيكون الإيجو بدي يشيله عجنبه يشيله عجنبه دفنت ليه تعيش حياة سعيدة أكثر أنا اللي ما بعرف شو أنا والموضوع أوقات نخلط الإيجو بيقصص عن جد مخصة أنا هلأ أبجارب أشتغل على هذا الموضوع بحياته أنه مخص مشكل شي خاصة بالإيجو أبدا لأنه ليكي الإيجو أمرار إذا بديك دالك حطيه وماشي فيه بيضربك إن كان على سعيد الشهرة ولا إن كان على سعيد العائلة لا أنا عم بحكي ما بدي أنفهم غلط أنا أصدق أيام الكرامة بنخلطها بقصص مخصة يعني مش عطول الكرام أنه أنا كرامت لا في قصص مخصة بالكرامة بحيات المهنية والعائلية لا أنا عم بحكي إنجنرل لأن الإيجو بيسيطر على الحياة المهنية والعائلية والهيدا أنا ما بطلب وما بطلب لا وأنا 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 بمحلات أنه لا يا حبيبي أصدق يعني إذا تنزلت نزلت كرامتك أو نزلت رجليتك لا لا ما حدا هيأثر شي رح بالعكس رح تحترم أكتر بمحلات 90% رح يحترموك أكتر ويقدروك أكتر وجهاد وولادك يلي كثيرين الدنيا مبارح والله عنده بيج جيم جهاد هي ضد إكستريم لول جهاد هادي هلأ صاروا بتركيا أكيد هادي هم بلعبوا مع فانر إجاههم بيج أوبورتونيتي بهاي سكول كتير كبيرة بأمريكا واحدة بيجست هي الهاي سكول تبعي تلع منا لعملو بول وبروغرام بعقد وكتير محمسين عليهم فعم نسعى للفيزا لأنه أجتهم الـ I-20 بس أنا لسوق الحظ ما بعرف ليه من ثلاثة سنين وقفت فيزتي تبعيد أمريكا وكان سالولي إياه أنا وولادي وما عم بقدر إجراء نوع إدي أتقول مع أنه بعيد عن يعني سياسيا بعيد عن عالم إذا أريدك السياسي مع الثورة موجة الثورة اللي كانت كنت واحد من الأساس جربت مرة تانية جربت وبعدها بالبروسيس فطلعوا وقتا قدموا بتركيا على الفيزا الثورة الـ I-20 قالوا لهم يعني بعدها بالبروسيس هل عندهم بكرة آخر انترويو إن شاء الله بياخدوها وعندهم بيج اوبرتونيتي هنيكي أكيد يعني لأنه هني حاملين جواز السفر التركي بيقدر يرجع يلعبوا بيوروب وأنت ما بدهم فهدي كمان آخر بوش لجهد وهدي والاتنين الصغار هليكي معنا البنوت شوه مش معقول الهدامة كتير مهدومة هدي حيات آخر شو بدي خبري كل شي بقدر واحد يعبت ليكي شباب يعطوني اللي بدي إياه بحياتي بس لما جوري اجت الحب طبع الشباب شي غير كلهم بحبوا نفس الليفل أكيد باي بس هي منطر ارجع عالبيت بس هيكي قعد بس بغد نجا هي وتاني شي بدهر مثلا بروح بتغدى أنا وياه نعم مظاهر مع متشور ثلاثة سنين تقعد تحدثني وعادي يعني وبمبسط وما بتمشي بالمول مثلا لما كمشيت لإيدي أنا خلاص بملك الدني وقد ما يكون عندي استرس بشغلي وحياتي يعني يومي وماشي بالغلط خلاص كله بيكون نعم نعم فإذا بديك وردة البيت فهدي كمان كتار عم يسأله إذا جيهاد معقول يجي لعب معك نعم جايما مستحيل نعم نعم لأنه أول شي ما بيعطول استغناء نعم لا يجي تاني شي طالع أمريكا أو على بلد أوروبا تاني فهي عنده رح يكون في عنده بمحل تاني نعم 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 كان حلم لألي كان أول شخص لعب كرة سلي بيعملها بالعالم كله أنه يلعب بيو حلوة كانت كانت أميزن بس لسوق الحظ يعني لا تكرروا شاء الله وخيرا لكم هذا ما شئت ربنا وكانت على شعره نعم نعم قد يصنع هناك نعم ليس كثيرا ليس فأنتم ليس كان مهم ليس كثيرا ليس كثيرا ثم سهلا لإلخال ذلك ما هو سنام من أقلك لا أنا لدينا حتب لدينا حتى هنا خطا نعم لدينا مشاكل جاكروو، وحيات الله، وحيات الله، وانا عبد زكزاكتو عبد العربة ستا العظم، يارف عمين عم رحكي، ولما مقدم هل من الأطفاء اللي بيطمنوا لك الخير فعبد زكزاكتو مهدومة، يعني ما بيستفز، يعني ما فيك تستفز بتتضحك أنا مزبوط مجاكرة، يعني أنا بزكزك لما ترقتني كاف مرة لا، شو قلت الله؟ مش ما قلت له شي، هلأ اللعبة فيها كثير بصدت للأيادة، أخيات الله، قاعد، قلت لولي أنا ما بحياته حدا داربني مش كاف يعني كاف عوجي، كاف عراسي، عم نلعب، عم بجاكر عم بجاكر عم بجاكر هلأ لعبت لعبي، راحت لما فيها، شلت الكاف وطرقتني يا عراسي عبد برا بطلع هيك لما غشي الضحف، بس أنا لأنه زكزاكتو مجاكرة، فهنا بتتوتر لما بتتوتر وبنطلع آخر شي، ما عم نحكي مع بعض وراء الجاكرو، وآخر شي قلت له لجماعة خلص أنا وهنا رح لناها بصير مع بعض ضدكم، بس أنا وعبد عطول عم نعمل هي الكونكلوجون، أنت ما بتحب تخسر، ليح لما ما بتبعتك الفيديوز، لا، ما وصلنا له لأنه في فيديوز مصورتنا يوم بدون ما نعرف نحن عم نحتفل بالنصر بعد ما نربح عليهم، إذا بينزلوا على السوشيال ميديا، نتبعد كتبت هيك العالم شو بدون يسألوك، في كاميل حرب سألوك، بسألة فادي، ما عنده إيه إن الفادي، ما عنده إيه إنOY العرقجي، وما عنده إيه إنفاد فادي، مضيز طرح، مضيز طريق جهة يعني، مضيز طريق جهة صفا تكون مضرورة يعني أنا ما عندي، إذا بدأك، السبيد طبع وائل وما عند الاسم ووائل ووائل لا يوجده أمام المهوضة وما عنده مركز الذي يوجد أمامه ووائل لا يوجد أمامه ولكنه كان 200 مكان أمامه وواقل هي مكان أمامه هو قارب عيداً عن المؤارنة لا 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 أقول ليس مكان أمامه أنه يختلف طريقة اللعب أنا مدرينج ووائل ووائل ونحن مكتب وشيء أمامه بتفكر تكون يكون عندك فريق بالدرجة الأولى بلبنان بتفكر هيدا حلم من أحلام فادي عندك بالسيدات بالسيدات درجة أولى ونحن التلتين بالبطول السنة وسون أكيد الحلم أن يكون عندك درجة أولى شباب أكيد أليكس حلو بيسألك أنه أنت هتميت بشامس بدبي أكتر من لبنان كليا لا بالعكس يمكن هلأ مؤخرا بس لأنه كان عندي بعمل بفتح الكازا لوكيشن بتراتت بعد لبنان هلأ رحكم موجود جمعة عطول بلبنان وثلاثة جميع بدوباي محمد زين بيقلك محمد زين الدين بيسألك حسيت اسمك اختفى حتى قررت تلعب مع الحكمة وترجع تلعب مع النادي الأخضر نعم أبدا بس ما عملت بروبور ريتايرمنت يعني ما عتزلت عارشتي ما أخذ حقك بالإعتزال مش ما عتزلت يعني عملت هالكارير كله حلو إذا بدك بس ترجمه بجيم عم بلعبه آخر شي وإدهر من الملعب فيه بسبيتش تقدر يعني أحكي فيه عن سامري وخلص كاريرتي بهالطريقة وما حلوة من ورا السورة خلصت البطولة ووقفت البطولة وما بأصار فيه إذا بدك فاينل ريتايرمنت لقلي غسان فخري بيقلك أي كوتش بتحب تربح عليه وأكتر لعيب بيستفزك بالتراشتوك تبعه تراشتوك ما كتير تعرضت للعيبي تراشتوك لأنه أنا ما برحم كمان أنا ما في كوتش معين بس إنه لا بس إنه أي كوتش عم بلعب ضده بأكيد بيكون عبالي أربح عليه لبرون كوبي أو مايكل جوردن جوردن كوبي جوردن كوبي تريسي ماكريدي بعدين بقاية جوردن أكيد رح تقدر تجيب البطولة لناد الحك في هذه السنة لكي هيدا أحلى يعني يمكن إذا بدك ختامة بيكون متل ما أنا بدي ومسك أحلى شي ممكن يمرق بكارييرتي إنه إختمة بهالطريقة وإختم الريتاير من طبعي بهالطريقة ويكون عندي عم بقدم شي لنادي اللي عم بلعب معه اللي معالبت معه اللي عادي بايباك ويكون البطولة واللقب من يعني من نصيبنا إن شاء الله يقدر حقق هيدا الشي وقدم المستوى اللي يجب أن أدمه والفريق قدم المستوى هو اللي يجب أن أدمه فهدي شو عندك تقول لكل العالم يلا هيدا أنا عطول بقولها إنه كل العالم بتحبك بغض النظر الزكزكات اللي بتصير قبل أنت بتعرف إنه كل العالم بتحبك وفي كتير شباب فادي متأسرين فيك أنت قدوة لكتار بعرف إذا فدع نحكي كتير أنا بعد كنت أسألك عن البزنس شو هم تقرر تعمل بعرف عم تفتح بسعودية إن شاء الله كل طريقك عطول بتكون مسهلة وبالنجاح شو عندك تقول هيك أول شي بدألك تانكيو بعرف إنه يومين تلاتي عطيتنا من وقتك وأنا كتير بقدر هيدا الشي تانكيو سو ماتش فادي لأول شي مبسطت كتير تلعت معي أنا حبيت البروغرام وشفت شوي منه قبل تاني شي ما حدا يفقد الأمل دايما الأمل هو نبض للحياة حط كل طاقتك اللي أنت عم تحلم فيه وبدأت تحققه وبتوصل فيه طولز كتير بالحياة بتلاقيها أنت وماشي بطريقة بتقدر تسفيد مننا لتحقق هيدا الأمل الأمل فايت أهم شي والإيمان بالجول والكوميتمين والدسبلين والدديكيشن للي بدك تقدي وإن شاء الله الله بيهدي هالقيمين على هيدا البلد بيبعدوا عنه بيهديهم مش لا يضلوا بيهديهم لا يبعدوا عنه وشوي يرجع باللبنان منفس والعالم ترجع ترتاح والعالم تقدر ترجع توقف على جاية لأنه بالطريق الراحين فيه ما بعرف من الراحين لذلك لبنان ما بيستاهل هيدا الشي وتنكيو لأم تي في وتنكيو لأليك جاكا وبو الصباح كتير لأنه هو اللي حكيانا هو عن جد كثرت بالغلط كيف تأبت الله بدو يهاتييني وتنكيو لأليك وقد لك ع كل شي عم تعملي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر